إلى هذا التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي القائمة بأعمال محافظ البنك المركزي حسن عبدالله بعد بضع ساعات من تكليفه من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتولي المنصب وخلال اللقاء تقدم مدبولي بالتهنئة للقائم بأعمال محافظ البنك المركزي على توليه المسئولية خلال الفترة المقبلة مؤكدا استمرار التنسيق الكامل معه كقائم بالأعمال في عدد من الملفات الاقتصادية المهمة وأوضح مدبولي أن الحكومة تسير وفق خطة محددة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز القطاع الخاص عبر مشروعات الشراكة وغيرها التي تسهم في زيادة مساهمته في الاقتصاد القومي إضافة إلى تشجيع الصناعة الوطنية وزيادة معدلات الصادرات فضلا عن إلاء أهمية كبيرة للمشروعات اللوجستية لتسهيل حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس بهدف زيادة معدلات الاحتياطي من النقد الأجنبية بشكل كبير